مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تشتد الموج الحارة وترتفع درجات الحرارة وتستمر الموج الحارة تؤثر على المملكة وأيضا تشتد وطئة الحارة مشاهدين فاصل ونواصل مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع نبدأ من يوم الأحد المناطق الشمارية العظمى معدلها 36 وصورة 24 المناطق الوسطى ما بين 35 إلى 38 والمرتفعات الجنوبية ما بين 32 إلى 34 العظمة والصغرى 21 الأغوار البحر الميت 43 إلى 44 والصغرى بحدود 32 درجة مئوية العقبة أجواء حارة 45 إلى 31 المنطقة الجنوبية الشرقية حارة 37 إلى 25 ومنطقة الرويشد والبادية الشرقية 41 إلى 25 درجة مئوية يوم الاثنين استمرار الأجواء الحارة تستمر الكتل الهوائي الحارة تؤثر على المملكة تبقى المملكة تحت تأثير الموج الحارة تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 5 إلى 7 درجات العظمى في المناطق الشمالية معدلها 36 والصغرى 25 المرتفعات الوسطى ما بين 34 إلى 37 العظمى والصغرى 25 المرتفعات الجنوبية ما بين 32 إلى 34 والأغوار البحر الميت 43 إلى 30 درجة مئوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وكذلك في العقبة حارة إلى شديدة الحرارة 44 إلى 31 أجواء حارة في البادية الجنوبية الشرقية 36 و24 وحارة في المنطقة الشرقية 41 إلى 25 درجة مئوية الثلاثة أيضا استمرار الأجواء الحارة 37 و24 في المناطق الشمالية المناطق الوسطى 34 إلى 36 العظمى والصغرى 25 المرتفعات الجنوبية 32 إلى 34 العظمى والصغرى 22 الأغوار البحر الميت بحدود 43 إلى 31 درجة مئوية والعقبة 44 و32 البادية الجنوبية الشرقية 36 و24 والشرقية 41 إلى 24 درجة مئوية الأربعاء أيضا استمرار الأجواء الحارة المناطق الشمالية 36 و24 الوسطى ما بين 34 إلى 37 والمناطق الجنوبية 32 إلى 34 العظمى والصغرى 22 والأغوار والبحر الميت والعقبة العظمى بحدود 44 وصغرى 33 أجواء شديدة للحرارة المناطق الجنوبية الشرقية 36 و24 والمنطقة الشرقية أجواء شديدة للحرارة 42 إلى 24 درجة مئوية أيضا تستمر الأجواء حارة يوم الخميس وبتكون 37 و25 مناطق الشمالية المناطق الوسطى ما بين 35 إلى 38 العظمى والصغرى 26 المرتفعات الجنوبية ما بين 33 إلى 35 العظمى والصغرى 22 والأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ما بين 44 إلى 45 أجواء شديدة للحرارة هذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة والصغرى بحدود 23 درجة مئوية البادية الجنوبية الشرقية 36 و26 والبادية الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 43 إلى 25 درجة مئوية ويوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء الحارة تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المناطق الشمالية 36 و23 المنطقة الوسطى ما بين 35 إلى 38 العظمى والصغرى 24 المرتفعات الجنوبية ما بين 32 إلى 34 العظمى والصغرى 21 والأغوار والبحر الميت والعقبة أجواء شديدة للحرارة العظمى ما بين 44 إلى 45 والصغرى بحدود 31 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الشرقية 36 و25 والمنطقة الشرقية 41 إلى 25 درجة مئوية إذن أجواء حارة تشتد الموج الحارة هذا الأسبوع وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحضر ونرجو للجميع السلامة إن شاء الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة